ما سر تواجد اسم رمسيس الثالث أحد ملوك الأسرة العشرين بالدولة المصرية القديمة بالسعودية وهل من الممكن أن تكتشف آثار مصرية قديمة داخل أراضي المملكة هذه الأسئلة يحاول عالم الآثار المصري زاهي حواس الإجابة عليها بعد الاتفاق مع وزارة ثقافة السعودية على إرسال أول بعثات تنقيب مصرية إلى السعودية وستبدأ عملها في نوفمبر 22 هذا العام في عام 2010 أعلنت السعودية عن اكتشاف نقش هيروغليفيا على صخرة في منطقة تيمة بشمال غرب المملكة النقش حمل اسم الملك رمسيس الثالث فطلب حواس حينها من السلطات السعودية تنقيب عن مزيد من الآثار يرجع الدكتور حواس يرجع سبب وجود مثل هذا النقش إلى وجود طريق تجاري امتد إلى منطقة تيماء شمال المملكة ويمتد من مصر من هنا التي طيبة كانت عاصمة مصر في الزمن القديم يمتد إلى الشام وفلسطين لاستيراد الزيوت وخشب الأرز القوافل التجارية أعادت في العصور القديمة وضع اسم الملك في الطرق التي تمر بها الطريق التجاري يبدأ من طيبة عاصمة الدولة وينتهي هنا والعودة كذلك الدكتور حواس أوضح أن إحدى البرديات ذكرت أن الملك رمسيس الثالث أرسل بعثات تجارية لجلب النحاس من بلد مجاور ويعتقد أن هذا البلد هو السعودية حاليا الإعلان عن البعثة أثار انتقادات بعض المغردين جابر يقول إيه المانا في مصادر تاريخية بتتكلم عن الموضوع ده وبتقول أن الملك رمسيس اشترى فيزا مبيض محارة وقعد سنتين في السعودية ورجع لما الكفيل رفض جدد له الإقامة تاركا خلفه كل مقتنياته الأثرية خطة في منتهى الذكاء وبعدها ندور على كوليوباترة في الإمارات الدكتور عادل فتح العوفي يقول مؤكد أن الفراعنة لم يعبروا البحر ولم ينزلوا بأرض جزيرة العرب لكن حيلاقوا أثار فنعونية ممكن أصنام قريش بسبب بس يخدوا بالكم لو لقيتم أثار مصرية حتبقى السعودية مصرية أما بالنسبة لي سامو سامو كده عرفنا أن أثار مصر اتهربت وتبعت للسعودية وهو رمسيس الثالث ايه حيودي السعودية كان رايح يعمل عمرة مثلا سوسكر سوسكر يقول أو تقول سيسكر قد تكون هناك معلومة تفتح باب أبحاث جديدة فنعلم أن الإسكندر قام بفتح الكثير من الدول ونتقبل هذا التاريخ فكيف لا نقبل فكرة رحلات رمسيس إلى دول العالم ونعلم أن هناك العديد من الأسرار لم تكتشف ولم يعلن عنها إلى الآن بالتوفيق محمد أحمد محمد أحمد يقول التعاون العربي واجب ديني وتبادل الخبرات مهم لكل دولنا العربية ومن جانب التراث الثقافي كم من دولة تتمنى لها تراثا وتاريخا كل الحب لبلاد الحرمين توصلنا نحن في تريندينغ مع الدكتور زاهي حواس رئيس وقال لنا البعثة ستعمل لمدة ثلاثة أشهر في منطقتين إحداهما ساحلية لا أستطيع التنبؤ بنوعية الأثار التي من الممكن العثور عليها قبل البدء في عملية الحفر والتنقيب شكرا لمشاهدتك تريندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها